سلام عليكم ازايكم كبرياء ريال مدريد بيفوز على طموحات نادي نابولي وبيكسبه 3-2 في ملعب ديجو ماردونا معقل نادي نابولي لو انت تفرقت على الفيديو اللي انا عملته قبل المطش مبارح فهتليه بتلك الفيديو ايه ان نادي نابولي بتاع المسم اللي فات مش هو نادي نابولي بتاع المسم ده نادي نابولي بتاع المسم اللي فات بمدربه اسباليتي اللي كان اقوى فريق في العالم حرفيا نادي نابولي بتاع المسم اللي فات اللي كان فيه ناس كتيرة جدا بنسبة 80% كانوا بيرشحوا نابولي ان هو يفوز بدولي الابطال وجنص التاني كان بيرشح ان نابولي على الاقل يوصل لنهاء دولي الابطال النهاردة نابولي واضح جدا اللي هو بيعاني خصوصا بعد رحيل مدربه اسباليتي اسباليتي اللي من رأيي الشخصي هو اهم عنصر في نادي نابولي للتتويج بالدوري الايطالي المسم اللي فات برحيل اسباليتي نابولي بدون شكل بدون هوية بدون شخصية بمعنى الكلمة ده بقى نابولي بتاع الكام مسم الماضي اللي احنا تفرجنا عليه ما عندوش شخصية الفريق الكبير ما عندوش شخصية البطل بمعنى الكلمة النهاردة واضح جدا الفرقات الكبيرة بين اسكواد نابولي ومدرب نابولي والنحية التانية اسكواد ريال مدريد ومدرب ريال مدريد زي ما بقولك بعد ما الناس كانت مرشحة نابولي المسم اللي فات ان هو يفوز بدولي الابطال تعالى بقى النهاردة تفرج على نابولي وهو بيعاني في ملعبه وهو مش قادر يفوز على ريال مدريد وهو مش قادر اصلا يشكل خطورة حقيقية على مرمى ريال مدريد وفي نفس الوقت نفس نادي نابولي دوت اللي بيعاني في الدوري وانا اعتقد من رأيي الشخصي ان تجربة نابولي في الدوري الايطالي بتاعة المسم اللي فات مش هتتقرر المسم ده وفتكر كلامي نابولي هيخرج من المنافسة في الدوري الايطالي وفي نفس الوقت في دولي الابطال انا عن نفسي مش برشح نابولي مش هقولك ان هو يفوز مش برشحه اصلا ان هو ينافس على دولي الابطال لا بالعكس نابولي في دول الستاشر لو وقع مع فريق كبير فتوقع خروجه مبكرا من دول الستاشر ده كان بنسبة نابولي تعالى بقى الجنب التاني اتفرج على ريال مدريد لا جماعة فيه فرق خبرة كبيرة جدا ما بين الريال و نابولي خبرة شخصية كارزمة اتفرج على لعيبة الريال و لعيبة نابولي اتفرج على الريال لما يكون خسران واحد سفر في ملعب صعب شبه ملعب مارادونا في وسط جماهير كبيرة شبه جماهير نابولي و بيقدر ان هو يعود في النتيجة و بيكسب اتنين واحد وحتى لما نابولي سجلت هدف التعادل لهدف التاني عن طريق ضربة جزاء برضو ريال مدريد بالشخصية ادر ان هو يرجع في المباراة و يسجل هدف التالت عن طريق ساروخ من بره التمنتاشر من فالفيردي ولكن للأسف الهدف ما تحسبش لفالفيردي اتحسب هدف عكسي لحارس مارم و نادي نابولي ولكن بص على ريال مدريد النهاردة الراجل بالكرة السهلة الراجل واضح جدا ان الريال في الدولي الاسباني غير تماما الريال في دولي الابطال اوروبا الكلام ده صح النهاردة واضح جمعها بالكرة السهلة واضح بعودة فينيسيو الجونيور ان هو اشعل الخط الهجومي من تاني لريال مدريد وخلى الريال مدريد شكل هجومي وخلى فعال هجوميا بعد ما ريال مدريد كان بياخد الكرة ويروح عند مثلا دفاع الخصم يفضل يقعد يجي بساط قدام المنطقة عاجز ان هو يختارك دفاعات الخصم اللي قدامه ما عندوش حلول لان انت النهاردة بصناقية جوب الانجهام وفينيسيو الجونيور بقى عندك حلول هجومية اللي اتنين دول قادرين ان هما يحاولوا الفرقة من الوضع الدفاعي للوضع الهجومي يعني انت النهاردة تفرج على مستوى التسعين دقيقة كارلو انشلوتي حتى لما كان خسران برضو كان بيلعب لعب دفاعي وبيلعب على حجابة المرتدة ليه بيستغل ان انت النهاردة عندك لعبين شباجود بلانجهام وفينيسيو الجونيور رغم ان انت بتكون في حالة دفاعية قادرين ان هما يحاولوا الفريق اللي حالة هجومية بالسرعة وبالانطلاقات وبالهجمات المرتدة المنظمة وبالفعل تفرج النهاردة على شوط الاول ما بين جوب بيلنجهام وفينيسيو الجونيور تفرج على الاسست السحري اللي عاملوا بيلنجهام لفينيسيوس وتفرج بقى على الهدف اللي عاملوا بيلنجهام جماعة بيلنجهام الرجل ده من اول 7-8 مرشاة لعبوا مع ريال مادريد خلاص ده دخل قلب جماهير الريال والراجل ده جماعة من قبل ما يلعب موسم كامل خلاص الناس باو بيعتبروه اسطورة من اسطور النادي الناس بتقولك ده زيدان الجديد والراجل الصراحة يعني ايه مقدم كل حاجة عنده في اول 8 ماتشات يا عامل طب سيب حاجة سيب حاجة حوشها للموسم الجاي سيب حاجة حوشها للنص التاني من الموسم انما النهاردة جماعة بالنجهام لا اللي هو اجبر عليه خمسة عليه انا استرحك ويخل نفسي يجي ليفربول ولكن خلاص بقى يمكن سبوسلاي يعوضنا خير عن بلنجهام ولكن يا جماعة النهاردة ماتش يعني هو على الورق كان صعب على الريال ولكن جوه ارضية الملعب كارلو انشيروتي ادر ان هو يتعمل مع الموضوع لعبة ريال مادريد ادروا ان هم يمتصوا حماس نادي نابولي وادروا ان هم يخلصوا الماتش بكل سهولة وبكل مرونة في نفس الوقت بقى هتلاقي منشستر يونايتد بيخسر على ملعبه من جلطة السروية بتالي انه لا مش وفاجأة انا بتالي انه لما اقولت لك المانشستر خسر انت مش متفاجئ انت متعود على منشستر في اخر كم ماتش مع ايريك تنهاج اللي هو بيخسر عادي جدا في ملعبه الورد ترافورد ملعب الورد ترافورد اللي هو كان مصرح الاحلام تحول الى مصرح الكوابيس ايريك تنهاج حاليا ما عندوش اي حجة مع مانشستر وانا بالحقيقة عايز اعمل حلقة اتكلم فيها عن مشاكل ايريك تنهاج واقول لك بالزبط الدنيا مش يزامع مانشستر فهي بس احنا خلينا من نهاردة في ماتش جلطة السراي النهاردة جلطة السراي فريق محترم جدا فريق منصدم دفاعيا فريق خطير هجوميا انا شخصيا كنت مرهن مواحس صاحبي ان جلطة السراي هيخلص تاني في المجموعة وهيتأهل لدرس 16 رحسب مانشستر وطبعا اخد كلامي لصاحبي دوت كده وماهتمش به ولكن النهاردة بيثبت لك ان جلطة السراي فريق محترم فريق قوي جلطة السراي خط هجومه مكون من ماريو ايكاردي حكيم زياش ويلفرزاه خط هجوم مرعب فريق تعمل له الف حساب فريق انا ذات نفسي استغربت لما تعادل اتنين اتنين في الجولة الاولى معكوب نهاج على ملعبه في تركيا انا استغربت من حصن حظ مانشستر ان جلطة السراي اتعادل الماتش الاولاني لان جلطة السراي لو كان كسب الماتش الاولاني وكسب مانشستر النهاردة كان هيكون مع ست نقط وهيكون بقت شوية عن مانشستر في المنافسة للتهاول درس 16 ولكن مانشستر لسه في المنافسة ولكن انا اعتقد ان مانشستر معيرك تنهاج دخلين على موسم مظلم مفيش اي بوادر من التفاؤل اي بوادر من الامل في الموسم بتاع مانشستر الفريق هو يحفده في الدوري الفريق في دوري الابطار يحفده حد الوقتي بيخسر من الباير بيخسر عمل عامل عامل من جلطة السراي ما عنديش كلام اكتر من كده اقوله على مانشستر لان انا برضو ما شوقتش الماتش انا كنت بتفرج على ماتش الريال ونابولي وفي نفس الوقت بقى ارسنال في مفاجأة بتخسر قدام لانس الفرنسي في الملعب الفرنسية بص ايه هي المفاجأة بالنسبة لي ان ارسنال كان بيلعب بالتشكيلة الكاملة بيلعب بالاسكوود الكامل ولكن من الرأي الشخصي اللي خلى ارسنال يخسر النهاردة واللي قصر على ذهنية ونفسية ارسنال ان النهاردة لعيبة ارسنال وارتتا بيفكروا في يوم الحد في ماتش السيتي فيمكن ده هو ده اللي قصر بسلبية على الفريق ما خلوش مركز في الملعب ما خلوش مدي اهتمام كفاية للماتش في الملعب خلى دمه كلها في ماتش السيتي ومالحد ولكن اعتقد ان ارسنال اه مش هيكون صعبة لانه هو يتأهل من المجموعة ديت لا بالعكس النهاردة برضو المواجهات بتخدمه اشبيلية كان كسبان اتنين وواحد وجا في اخر الدقايق الفريق اللي قدامه اتعادل اتنين واتنين فمن حسن حظ ارسنال ان اشبيلية برضو يعتبر المنافس الرئيسي ليك على المركز الاول اتعادل النهاردة وتعصر اشبيلية بيعاني حتى الان في دوري الابطال بيتعادل اول مطشين مع نقطتين من ست نقط انا حاسس كده وشام مريحة مش حلوة ان اشبيلية عايز يخلص المجموعة دي مركز ثالث عشان ينزل دوري اوروبي ويقرفنا بقى احنا كاليفاربول في الدوري الاوروبي ولكن كل شيء وارد واحنا ان شاء الله الموسم داني مع يورجن كلوب بكاليفاربول يعني مش هيهمنا حد ومش خايفين من اي حد ان شاء الله واي حد هيواجهنا هندوس على وشه بازن الله وبس كده ده كان فيديو صغير وسريع على اهم الماتشات واهم الاحداث اللي حصلت النهاردة في دوري ابطال اوروبا بكرا ان شاء الله عندنا ماتشات قوية ومسيرة واهمهم طبعا ماتش نيو كاسل وبريس سان جريمان برضو الماتش ان شاء الله هيخلص وهطلع معاكو ندردش كده دردشة بسيطة وتحليل مبسط يعني انا بعتبر انها دردشة كده معاكو كده شوية فبكرا ان شاء الله مع بعضينا كانت معاكو فرس الجزاوي من برناك فرس الكورة ونشوفكو في حلقات جاية جديدة اشتركوا في القناة